تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطة بلغة 811 طن وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 127 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 651 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 32 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 916 قضية من بينها 237 قضية خبز ناقص الوزن و236 قضية خبز غير مطابق للموصفة بمستندية